بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سنتحدث في الشريحة الثانية عن تدوير الأعداد كما ذكرنا سابقا فإنه عندما يعطى العدد الكسري بشكل عشري فإنه كثيرا ما يكون من الضروري تدوير هذه الأعداد للحصول على أعداد تحتوي على عدد محدود من الأرقام بعد الفاصلة العشرية شرط أن يكون الخطأ الناجم عن هذا التدوير أصغر ما يمكن فليكن لدينا العدد إكس عددا يحتوي على إن زائد إم رقما عندئذ يمكن كتابة العدد إكس بالشكل التالي قد يحتوي هذا الرقم على فاصلة عشرية في منطقة ما حيث أن الإي آي من إي تساوي الواحد حتى الإن زائد إم هي أعداد صحيحة يحقق كل منها المتبائنات التالية إن تدوير هذا العدد إلى عدد يحتوي على إن رقما يتم بحزف إم رقما متتاليا من يمين العدد إم وذلك وفق القاعدة التالية ننظر إلى الإن زائد واحد فإذا كانت الإن زائد واحد إما أن تكون أصغر من الخمسة وإما أكبر من الخمسة وإما تساوي الخمسة فإذا كانت الحالة الأولى أصغر من الخمسة فإن عمليتي الحزف تتم بإجراء حزف دون إجراء أي إضافة على العدد أي إن أي دون إجراء أي تغيير على الإن فعلى سبيل المثال لتدوير العدد 67.23824 إلى عدد يحتوي على خمسة أرقام من عدد من هون 1, 2, 3, 4, 5 إذن الإن هنا هو العدد 8 نريد أن نتخلص من هذين العددين فنجري التقييم التالي ننظر إلى الإن زائد واحد الإن زائد واحد هنا هي العدد 2 الإن أقل من 5 فالقاعدة تقول إذا كان الإن زائد واحد أقل من 5 فنجري عملية الحزف دون إجراء أي إضافة إذن فإذا حزفنا نحصل على هذا الرقم بعد التدوير طبعا هناك فرق بين أن يقول لي قرب إلى أربعة أرقام فمن عدد من هون أربعة أرقام أو يقول لي قرب إلى أربعة أرقام أو سلاسة أرقام عشرية عند إذن العدد يأتي بعد الفاصلة العشرية إذن على الطالب أن يميز بالسؤال إما أن يقول له قرب إلى أربعة أرقام عشرية عند إذن يتم العدد من بعد الفاصلة العشرية أما إذا قل له قرب إلى أربعة أرقام فيتم العد من بداية الرقم نأتي إلى الحالة الثانية إذا كان الـ AN زائد 1 أكبر من الخمسة فإن عملية الحزف تتم بإضافة العدد 1 إلى العدد AN فعلى سبيل المثال لتدوير العدد إلى عدد يحتوي على أربعة أرقام إذن هنا نقول تدوير إلى عدد يحتوي على أربعة أرقام من عدم هنا 1 2 3 4 إذن هذا هو الـ AN الـ AN زائد 1 هو هذا نرى أنه سبعة والسبعة أكبر من خمسة فإذا عملية الحزف تتم بإضافة واحد إلى الان سنضيف الواحد إذن سبعة زائد واحد إذن هذا سيصبح ثمانية فنحزف كل هذه الأعداد ونضع هنا ثمانية هذا إذا كان الان زائد واحد أكبر من الخمسة نأتي إلى الحالة الأخيرة إذا كان الان زائد واحد يساوي الخمسة فإننا نميز حالتان الحالة الأولى إذا كانت جميع الأرقام على يمين الان زائد واحد تساوي الصفر أيضا نميز حالتين إما أن تكون الان فرديا أو زوجيا إذا كان الان فرديا فإننا نضيف له واحد أما إذا كان زوجيا فإننا نحزف دون أي إضافة هذه هي الحالة الأولى الحال الثاني إذا وجد عدد على الأقل على يمين AN زائد 1 عدد على الأقل ليس صفرا فإن عملية الحزف تتم بعد إضافة 1 إلى الAN نأتي إلى الأمثل التالي لو قل لي قرب الرقم التالي إلى عدد يحتوي على خمسة أرقام ما دام أقول لي على خمسة أرقام فيبدأ العدد من بداية العدد نأتي إلى هنا 1 2 3 4 5 إذن الAN هي 5 الAN زائد 1 5 جميع الأرقام بعد الخمسة هي أصفار إذن معناتها نعود إلى الان هذا هو الان هل هو زوجي أم فردي؟ هو زوجي إذن معناتها عملية الحزف تتم دون إضافة أي شيء إذن نحزف دون أن نضيف أي شيء استنادئا إلى القاعدة الأولى نأتي إلى العدد الثاني إذن قريب الرقم التالي إلى عدد يحتوي على خمسة أرقام من عدد من بداية الرقم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إذن الان هو العدد واحد الان زائد واحد خمسة جميع الأرقام بعد الخمسة هي عبارة عن أصفار وبالتالي نعود إلى الان هل هو فردي أم زوجي؟ هو فردي ولذلك عملية الحزف تتم بعد إضافة واحد إلى هذا العدد إذن فنحزف جميع الأرقام ونضيف واحد واحد زائد واحد يصبح العدد بالشكل التالي الآن لو جينا إلى هنا إذا قال لي قرب إلى خمسة أرقام عملية العدد تبدأ من بداية الرقم اثنين صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إذن هذا هو الان الان زائد واحد هو خمسة جميع الأرقام بعده ليست كلها أصفار وإنما هناك رقم مختلف عن الصفر ولذلك عملية الحزف تتم بعد إضافة واحد إلى الان نجل الان هي ثمانية من ضفلة واحد فتصبح تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر